السلام عليكم ورحمة الله يذخر القرآن الكريم بقصص للأمم السابقة للعبرة والعظة والفائدة ودعونا نتأمل قصة قوم خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم ألم تعلم أيها الرسول قصة الذين فروا من أرضهم ومنازلهم خشة الموت من الطاوون أو القتال والرؤية هنا رؤية قلبية وليست رؤية بالعين وهي أصدق لأن من أخبر بها هو الله سبحانه وتعالى فلم يخرجوا عن قلة بل عن كثرة وأتلاف واتفاق على الهروب من الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله فلا يستطيع أحد كائن من كان والحذر لا يغني عن القدر ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة ليستوفوا آجالهم وليتوبوا وليطعظوا وكان ذلك رحمة لهم ولطفا وحلما وبيانا لقدرة الله على البعث والإحياء بعد الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون الفار من الزحف والصابر فيه كالصابر في الزحف إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد وبما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم بل على العكس ربما استعانوا بنعم الله على معصيته ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون لم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا من هم هؤلاء القوم وفي أي زمان وفي أي بلد وكم كان عددهم على وجه الدقة وإنما استعان بعض مفسرين بلوايات عن الصحابة والتابعين فيها لين ومقال فقال البعض كانوا من بني إسرائيل وقال آخرون بل كانوا من أمم سابقة وقال آخرون بل كانوا من بلاد العراق وتلاينوا في عددهم فمنهم من قال ثلاثة آلاف ومنهم من قال أربعة آلاف ومنهم آخرون قالوا ثلاثون ألفا بل أربعون ألفا بل سبعون ألفا والله أعلم بعددهم أنقسموا إلى فريقين بالنسبة للإيمات والإحياء هل كانت حقيقية أم على سبيل المجاز فقال جمهور المفسرين والعلماء كان موت وإحياء حقيقي وليس مجازا وخالفهم في ذلك الإمام محمد عبد في تفسيره فرأى أن موت الأمم معنوية بجبنها وفرارها من الموت كما أن حياتها بعزتها وحريتها وقال كثير من المفسرين حدث ذلك في زمان حسقيال أو حسقيال وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل بعد يوشع ابن نون وورد ذكر ذلك في العهد القديم في سفر حسقيال العدد رقم سبع وثلاثين وادعونا نقرأ فيه قليلا وحلت علي يد الرب فأخرجني بالروح ووضعني في وسط الوادي وهو ممتلئ عظاما وقادني بين العظام وحولها فإذا هي كثيرة جدا على أرض الوادي ويابسة تماما فقال لي يا ابن البشر أتعود هذه العظام إلى الحياة فقلت أيها السيد الرب أنت وحدك تعلم فقال لي تنبأ على هذه العظام وقل لها أيها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب هكذا قال السيد الرب لهذه العظام سأدخل فيك روحا فتحين أجعل عليك عصبا وأكسيك لحما وأبسط عليك جلدا وأنفخ فيك روحا فتحين وتعلمين أني أنا هو الرب فتنبأت كما أمرت وبينما كنت أتنبأ سمعت بخشخشة فإذا العظام تتقارب كل عظمة إلى عظمة ورأيت العصب واللحم عليها والجلد فوقها وما كان فيها روح بعد فقال الرب لي تنبأ للروح تنبأ يا ابن البشر وقل للروح هكذا قال السيد الرب تعال أيها الروح من الرياح الأربع وهب في هؤلاء الموتى فيحيوا فتنبأت كما أمرني فدخل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أرجلهم جيشا عظيما جدا جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر